أشقت الإنسان ولم تسعده ولكنها ربما على الصعيد الفردي يعني هكذا يعني في ملاءة مالية للبعض ولكن حتى من يدرس الحالة الغربي يقول أن هناك يعني نسبة فرق يعني أنا مرة حضرت جزء من فيلم هذه أمريكا لتجد أن هناك أناس يعيشون في خنادق التي تمر بها المجاري وفي مستودعات ما فيها أقل مقاومات العيش هناك إهانة للمرأة يعني رأينا كيف المرأة تسوق الجرار الزراعي المرأة تشتغل في تعبيد الطرقات المرأة مهانة في هذا المجتمع بينما المرأة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا جمعيات نسوية في سوريا الآن في المحرر لتفزدون الناس المرأة المسلمة في ظل الإسلام هي جوهرة نحافظ عليها هي أم وأخت ومعلمة وزوجة وحبيبة وعزيزة عمة وخالة لا نسلم عليهم إلا أن نقبل نحن معاشر رجال أيديهم كم قبلنا يد أمنا وعماتنا وخالاتنا وخالاتنا نعم هكذا نحن تقولون ظلمنا المرأة هم المرأة المسلمة الشريفة المحترمة جدتنا وعمتنا وخالتنا وأمنا نقبل أيديهم بل الكثير من من قبل أرجلهم هذه هي المرأة في دين الله عز وجل أما المرأة عندكم هي مباحة هي متاحة لا راعي لها لا راعي لها أي حضارة هذه حقيقة هذه حضارة مادية أشقت الإنسان وأشقت الإنسان على مستوى العالم بطائراتكم التي تقتل الأبرياء بدعمكم للكيان الصهيوني ليأخذ أرض فلسطين بدعمكم لبشار الأسد المجرم الذي قتل أكثر من مليون ونصف سوري واعتقل أكثر من نصف مليون يا دعاة المصالحة مع النظام هذا أمر مرفوض هؤلاء حسب شريعتنا وحتى حسب القانون الوضعي والأمم المتحدة اللي قاعدين تقولوا حقوق إنسان ومحاكم دولية تحت أي قانون هؤلاء حكمهم المقصلة ولا غير المقصلة